المتشاب بتاعت أفركها دي يعني لما تتحدد المتشاب بتاعت أفركها والأندية ممكن يتأجل لها متشاط الأيام دي هتحط فينه ولا هتعملوها ازاي؟ طيب البند ده عشان يتنفذ كريم في الجدول الخاص برقم عشرة محتاج حاجتين محتاج مسئولية مشتركة من الآخر مسئولية الأولى على الأندية ان النادي يتحمل على نفسه شوية ضغط خاصة زي ما إبراهيم قال ان الموضوع أغلب الأندية دلوقتي بتسافر بطيرة خاصة فالموضوع مش مرهج فاحنا حطينا بند سابت ان الفريق اللي بيلعب داخل أرضه يلعب فيه تالت يوم تالت يوم بتتكلم ان انت عندك استشفى وعندك تدريب جماعي زي كل فرق العالم تتكلم الفريق اللي خارج اللي هيلعب خارج أرضه انه هو يلعب في رابع يوم عندك اول يوم استشفى للعيبة ويومين تدريب جماعي وبالمناسبة المسئولية دي زي ما قلت لك هي مشتركة يعني اتحاد الكرة ما ينفعش يعمل استثناء مش دوره انه هو يعمل استثناء لفرق وفي نفس الوقت النادي ما ينفعش يضغط ان انا مش هقدر اصفر لعيبتي طب هلعب ازاي طب نطلب للتأجيل وبالتالي البند ده عشان يتنفذ صح يا كريم لازم الاندية تتحامل على نفسها شوية فكرة ان هي تقدر تلعب بره بشكل طبيعي وترجع تلعب مطشف الدوري بعيدا احنا كنا دلوقتي بناخد بنلعب مطشف أفريقيا وناخد أسبوع راحة مش محتاج كل ده خاصة ان القائمة عندك 30 لاعب يعني اعتماد القائمة ب30 لاعب الفكرة دي جت بناء على ان انا اقدر اوظف سياسة التدوير بشكل صح ما بين الدوري وافريقيا للاربع فرق المشاركة في افريقيا وبالتالي البند يتنفذ صح بناء على 3 ايام و4 ايام خارج الارض عن طريق المسئولية المشتركة بين الاندية وما بين اتحاد الكور فقط لديك